بدأت بعدنا فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بإدارة المخلفات الطبية التي تنظمها منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الصحة وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والدورة التي يشارك فيها 27 كادرة من المقتصين بمستشفيات تعز والحج وأبيان ستزود المشاركين على مدى خمسة أيام بمعارف ومهارات متصلة بالمخلفات الطبية والتعريف بها وبمصادرها والأشخاص الأكثر عرضة لمخاطرها وتأثيرات النفايات الطبية على الصحة والبيئة وطرق وأساليب الإدارة الآمنة للنفايات والمبادئ الأساسية لبرنامج النفايات والتأهب للطوارئ وتصنيف النفايات في افتتاحية الدورة أكد الإخوة الدكتور عبد الرقيب محرز مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الصحة وعبد الله محمد الصعدي من منظمة الصحة العالمية بعدا على هبية الدورة في إكساب المشاركين عددا من المهارات التي تمكنهم من التعامل السليم معها داعين المشاركين في الدورة لاستفادة من مفرداتها العلمية وتمثلها عمليا لتمكنوا من الإسهام الفاعل في الحفاظ على سلامة المجتمع من الأضرار الناجمة على المخلفات الطبية